السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في فيديو اليوم الذي سنتعلم فيه مقارنة كسرين باستعمال المضاعف المشترك الأصغر للصف الرابع الابتدائي فللمقارنة بين الكسرين 4 على 5 و3 على 5 نلاحظ أن المقامين متساويين 5 و5 ولذلك نتبع القاعدة إذا كان الكسران لهم المقام نفسه فإن الكسر الأكبر هو الكسر ذو البسط الأكبر لذلك نقارن بين الأربعة في البسط الأول مع الثلاثة في البسط الثاني هنا الأربعة أكبر إذن الكسر 4 على 5 أكبر من 3 على 5 أما في حالة كانت المقامات للكسرين غير متساوية يمكننا تحويلهما إلى كسور متساوية المقام وذلك بعدة طرق تعلمنا بعضها في فيديو سابق سأترك لك رابطه أعلى يمين الشاشة أما اليوم سنوحد المقامات للمقارنة ولكن باستعمال المضاعف المشترك الأصغر للمقامين لنتعلم من خلال المثال قارن بين الكسرين 1 على 4 و3 على 8 نلاحظ هنا أن المقامات مختلفة لذلك لا نستطيع المقارنة إلا بعد تحويل هذه الكسور إلى كسور متساوية المقام من خلال تحديد مقام مشترك بإيجاد أصغر مضاعف مشترك للعددين في المقام نجد مضاعفات للعدد 4 ومضاعفات للعدد 8 نجد أول ثلاث مضاعفات للعدد 4 مبدئياً نبدأ بـ 4 ثم نضيف لها 4 فنحصل على 8 ونضيف لها 4 فنحصل على 12 ثم نجد أول ثلاث مضاعفات للعدد 8 أيضاً فنبدأ بـ 8 ثم نضيف لها 8 فنحصل على 16 ونضيف لها 8 فنحصل على 24 نبحث الآن عن أصغر مضاعف مشترك هو أقل عدد ظهر في مضاعفات العدد 4 ومضاعفات العدد 8 أيضاً نلاحظ أن الثمانية ظهر في مضاعفات العددين إذن هو العدد الذي نبحث عنه الآن لنحول الكسرين إلى كسور مكافئة لها المقام 8 ولفعل ذلك نضرب بسط ومقام الكسر الأول في 2 أما الكسر الثاني فيبقى كما هو لأنه جاهز بالمقام 8 المشترك لنحصل على الكسور المكافئة 2 على 8 و3 على 8 الآن يمكننا بسهولة مقارنة الكسرين لأنهما متساويان المقام ليكون الكسر الأكبر ذو البسط الأكبر ولذلك يكون الكسر 3 على 8 هو الكسر الأكبر ولكن ماذا إلا مجد المضاعف المشترك بعد 3 مضاعفات؟ تابع معي المثال التالي لتعرف الإجابة قارن بين الكسور 2 على 3 مع 1 على 4 لنحدد المقام المشترك أولاً وذلك بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر للعددين في المقام نجد مضاعفات لعدد 3 ومضاعفات لعدد 4 لنجد أول 3 مضاعفات للعدد 3 مبدئياً نبدأ بـ 3 ثم نضيف لها 3 فنحصل على 6 ونضيف لها 3 فنحصل على 9 ثم نجد أول 3 مضاعفات للعدد 4 أيضاً فنبدأ بـ 4 ثم نضيف لها 4 فنحصل على 8 ونضيف لها 4 فنحصل على 12 نبحث عن أصغر مضاعف مشترك بين مضاعفات الثلاثة والأربعة ولكننا لا نجد أي عدد مشترك لذلك علينا متابعة بإيجاد المضاعفات إلى أن نصل إلى هذا المضاعف المشترك نتابع مع مضاعفات الثلاثة فنضيف ثلاثة للعدد 9 لنحصل على 12 نلاحظ أنه أيضاً أحد مضاعفات العدد 4 إذن أصغر مضاعف مشترك هنا هو الـ 12 الآن لنحول الكسرين إلى كسور مكافئة لها هذا المقام 12 ولفعل ذلك نضرب بسط ومقام الكسر الأول في أربعة أما الكسر الثاني فنضرب بسطه ومقامه في العدد 3 لنحصل على الكسور المكافئة 8 على 12 و3 على 12 الآن يمكننا بسهولة مقارنة الكسرين لأنهما متساويان المقام ليكون الكسر الأكبر ذو البسط الأكبر ولذا يكون 8 على 12 هو الكسر الأكبر يجدر بنا هنا التنبيه إلى وجود طريقة مختصرة وسريعة للمقارنة بين كسرين في فيديو قصير سأترك لك رابطه في أول تعليق هذا كان درسنا حول كيفية مقارنة الكسور باستعمال المضاعف المشترك الأصغر أرجو أن تكونوا قد استفدتم وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله